لوحات من العصر الفكتوري بالقرن التاسع عشر وشاشة تفاعلية تخبر الزائر أي سلالة من الكلاب تشبهه إنها بعض المفاجآت التي يخفيها متحف الكلاب الأمريكي المقرر أن يفتتح أبوابه مجددا في نيويورك في الثامن من فبراير شباط الجاري ويوضح ألان فوس المدير الموارد الثقافية بالمتحف في تصريحات لإفة أن الأمر يتعلق بإعادة افتتاح فالمتحف فتحت أبوابه للمرة الأولى في منهات عام 1982 ولكنه نقل عام 1986 إلى مدينة سان لويس في ولاية ميزوري حيث ظل هناك حتى عام 2017 ورغبة في الاحتفاء بفنون الكلاب سيعود هذا المتحف الآن لفتح أبوابه واستقبال الزوار والذي يضم أيضا قاعتين معارض كبيرتين ومكتبة تضم 15 ألف كتاب عن الكلاب ويضيف فوسل علاوة على وجود واحدة من أفضل مجموعات اللوحات البريطانية في العالم حول الكلاب لدينا أيضا ست شاشات رقمية تفاعلية بعضها مسلية ومسيرة للإهتمام حول كيفية تدريب كلبك كما توجد طاولتان تفاعليتان حول سلالات الكلاب المعترف بها في المتحف والبالغ عددها 193 سلالة ويمكن للزائر التعرف على أصل وتاريخ وسمات جميع هذه السلالات من خلال شاشة كبيرة تعمل باللمس كما يمكن التقاط صورة شخصية له لمطابقتها عبر برنامج تعرف على الوج مع سلالة الكلاب التي تشبهه ترجمة نانسي قنقر